سيد نبيل انا عايز انتهز الفرصة ان حضرتك متواجد معنا النهاردة وخلينا نفتح في عدة موضوع احنا كان يومنا النهاردة كله خاص بالانتخابات عمل التصوير تمام فحستأذنك مدان التحرير كان معترض تماما عن الحكومة او رئيس الحكومة اللي الجيش اخد قرار فيه ان هو يبقى الجنزة دكتور كمال الجنزة وفي نفس الوقت مدان التحرير بيقول احنا عايزين نرشح مجموعة من الشخصيات الهامة هم اللي يمسكوا الحكومة الحالية الجيش قرر نهائيا او اخر ما قال تصريحات يعني انه بجانب الجنزولي هيبقى فيه مستشارين حوالي خمسين شخصية ممكن الخمسين شخصية دول ممكن يكونوا من المقترحات الخاصة بمدان التحرير تعليق حضرتك ايه في الحل الوسط ده انا اكلمك بصراحة تفضل اختيار الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة الحكومة اللي بنسميها حكومة الاتقاز الوطني نعم اختيار موفق عظيم وانا اللي بقولك هذا الكلام وانا يعني راجل انت عارفت جهاتي ومواقف يبقى يسمحلي ان انا يعني اسأل السؤال ده على الهوى عشان مشاهديننا يعني يفهموا اكدر ليه بتقول انه هو اختيار موفق لا اسباب لا تقل نعم روح ان الدكتور الجنزوري طلب سلطات وصلاحيات كاملة وهنا انا رأيي دي اهم من الاسم من الشخص السلطات والصلاحيات نعم بل صرح بانه محادي مش عارف ليه محاديش بيوقف عند هذا التصريح البالغ الاهمية انه طلب سلطات رئيس الجمهورية وبالتالي متوقع او منتظر او المفترض يحدث تعديل في الاعلان الدستوري اللي صدر قبل كده تمام من اجل توفير هذه الصلاحيات عظيم معنى هذا ان الدكتور الجنزوري يريد ان يكون رئيسا للوزراء بمعنى الكلمة يعني انت لما تدي حد مسئولية تقدر تحاسبه انت كان عندك قبل كده رئيس جمهورية يملك كل السلطات نعم بلا حدود نعم حتى بعض البعض وصفها ده سلطات الهية ولكنها فوق البحاسبة نعم في الفترة الشهوري اللي فاتت انا برضو بكلمك بصراحة شديدة جدا عظيم كنت ايه في قرار ما بيعجب داش نقول للمجلس الاعلى ان نروا للحكومة ايه يعني لماذا صدر هذا القرار اللي من وجدت اظنه خاطئ لك والله ان اصدره المجلس الاعلى تروح للمجلس الاعلى يا جماعة القرار ده لك ما اعلى انت جاي لنا ليه في حكومة في حكومة في البلد هي المسئول ضاعت المسئولية بين الطرفين لا انا عايز جهة مسئولة عن قراراتها اللي كي احاسبها دي نمرها نمر اتنين الاختيار موفق لان الدكتور الجنزوري انا عايز كفاءات الان في المرحلة دي لكي انقذ الصورة ولكي تنتصر الصورة ولكي يدرك العالم كله الذي احترم وقدر وسمن هذه الصورة انها نجحت تحللي مشكلتين عاجلتين تفضل لما صلحت الصورة او اول ساعتها الصورة انتصر الام الاقتصاد دول الملفين اللي اتكلم عنه من الدكتور الجنزوري والتزم او قلزم نفسه بان يحلوه وخلال فترة زمنية محددة الام والاقتصاد ومن غير قبل طبعا ما فيش اقتصاد ولا في استصبارة ده صحيح ولا في سياحة ولا في اي حاج ولا في انتاج فانا عايز ده بعد كده معروف عن الدكتور الكمال الجنزوري عشان اكمل اللي جاب على سؤالك انه شخصية قوية ومستقلة وصدامه مع النظام السابق كان بهذا السبب استقلاليته وايضا شخصيته القوية انه اراد ان يكون رئيس وزراء يمارس عمله بدون ما يبقى اداة طيعة لرئيس الجمهوري اخيرا نظيف اليد انا اعرف الشقة اللي كان سكنها في مدينة نصر او بين مصر الجديد ومدينة نصر شقة تلاتواد متواضعة لم يتركها وهو رئيس الوزراء وظل فيها الى ان تركها بنصيب انا عايز الان يعني حتى لو سألتني طب مش عايز سياسيه في الحكومة دي يمكن تفاجأ اننا يعني وانا يعني بشتغل بالعمل السياسي وبالعام العام من عشرات السنين اقولك لا دورهم جاي بعد الانتخابات هتبقى سياسيين على كيف وشباب صورة وكل الآن انا محتاج لناس عارفة مشاكل البلد حطت ايدها في المشاكل دي الله ينور عليك حطت ايدها في المشاكل دي قبل كده مش لسه ناس هتجرب في لا انا الان عايز حكومة كفاءات حكومة خبرات او باللغة اياها نسميها حكومة تكنقراط تنقل البلد من الانهيار الامني ده والانفلات الامني نقلة تانية ومن توقف عجلة النشاط الاقتصادي تنقلها نقلة تانية عظيم جميل جدا يا سيد نبيل بس اسمحلي بقى اه ابص على جزئية تانية طب شباب التحرير طب الاعتصامات اه طب المطالب اللي دايما دايما لما بيحصل اي حاجة في التحرير بنتطر ان احنا نوافق حتى لو فيها حاجات ممكن تكون سلبية او فيها حاجات ممكن تكون خلاص احنا هميل ايه معا اه شوفي بقى نظريتي انا بقى لشباب التحرير كما غالب بنفس الصراحة اه ان دايما بعتبرهم ضمير الامة حراس الثورة انا عايزهم يرائبوا اي حكومة ويشوفوا ماشية فعلا في المسار الصحيح نحو تحقيق الاهداف الاصلية والشعارات الثورية للثورة اللي هي بتاعت خمسة عشر دناء الحرية والديموقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية هو دي الشعارات الاصلية للثورة خمسة عشرين انا انا عايز الشباب يكونوا حراس عليهم اذا زي ما تفضلت حضرتك من شوية قلت انه فيه اتجاه لحل كويس وصل حضرتك سميته الحل الوصل اللي هو اني بفيه مجلس استشاري يضم الشباب الصورة اهل المسار ده شيء رائع لكن انا ضد بقى ايه اوصل بقى لاخر المدى في الصراحة اخلي بالكم ضد على طول الخط شيء انا باعتبره كريه المعايرة بالسن لا اللي انتصروا في الحرب العالمية التانية من قادة العالم روزفيلت ستالين شيرشيل كانوا بلغة الايام دي اواجيز لا انا عايز الحكتين مع بعض الشباب لان ده المستعبن اه طبعا وانا رأي ان فيه شباب الان عباقرة ويبشروا بان هيكونوا من اعظم الخبراء وخاصة في التقنيات الحديث خلاص وفي نفس الوقت بقدرش استغنى عن خبرة اللي بيسموه متقدمين في السن المزج بين الاتنين يقدم لي الشيء اللي انا محتاج له النهاردة عشان الصورة تنجع يبقى يجب حيوية الشباب بالضبط تواصل حيوية الشباب وثوريته واخلاصه لهذا البلد واخلاصه لصورة 25 نيناير وعايز ايضا خبرة من سبقوهم في التجربة حقيقة لتنين مع بعض انا وافق حضرتك الكلام اللي حضرتك وعايز من غير حديثة نقولك تد مش عايز ما اسميه صراع الاجيال لان ده مش كويس اوافق حضرتك على الكلام ده واعتقد انه ما فيش حد ممكن من شاهدنا يكون مختلف مع حضرتك في القرار ده انا طلعت شخصيا هنا في نهارك سعيد من كذا يوم من اول ما ابتدى ميدان التحرير احتشت تاني في الفترة اللي فات دي على طول وقلت ان احنا قبل الثورة كان بيحكمنا ناس عندهم حاجة وتمانين سنة وما زلنا بنغلط نفس الغلطة ان احنا مكانش يعني نفس الناس برضو في السن مكانش قصدي هنا ان انا اقول على السن على قد ما هو قصدي التأخير في القرارات والبطء في اتخاذ القرار والبطء في التفكير وقلت ملحوظة مهمة جدا ان احنا شعبنا حضرتك اكتر من ثلاث ربع شباب احنا لا ننكر ابدا انه اللي عنده الخبرة والسن اللي هو الناضج اللي هو عنده اكتسح او مر بعدد كبير من الخبرات نجاح وسقوط نجاح وهزيمة ده لازم نستخدمه لكن كان في ملحوظة مهمة جدا ان احنا دايما في حالة بطء وانحنا عندنا ثورة وفي حالة ثورة ونفسنا يبقى كلنا عايزين الخير لمصر اتفق معك طبعا من نجير متكمل فضل بس عايز اقولك البطء مش مرتبط بالسن لانه ممكن يبقى شاب وبطيق بالمنهج باسلوب العمل نمرة اتنين اللي انا عايز اقوله في الهتة دي ان انا مثلا لو لقيت شاب وكفاءة عالية وده فيه فيه موجود تمام اسندي ليه منصب وزاري مش لانه شاب فقط لانه شاب وكفاءة وعنده تخصص انا محتاج له وعنده زخيرة من المعرفة والعلم انا محتاج له اهلا وسهلا يعني انا مش عايز احط تناقض يعني او احط السن او الكفاءة لا اعايز امزج بين الاتنين نعم لانه لو عندي في التخصص ما ما فيه شاب واحد متقدم في السن اهلا وسهلا عندي شاب وعنده تخصص انا محتاج له او خبرة اهلا وسهلا مش اقبالك ما تبقاش القاعدة انه يبقى شاب اخده يبقى وتقدم في السن ارفضه لا ده ده تفكير غير سليم بالمرة وبعدين عايز اضيب بقى اللي حضرتك معلومة يا مهم تفضل طيب الشباب قد يخطئ طبعا طب مش اخطأ قبل كده انا رأي اخطأ قبل كده في اختيار عصاب شرف مين اللي اختاره اقاويل كتير يا سيد دبيل بيقال انه يعني انه جاه في اخر خمس ايام او ثلاث ايام وابتدى يظهر في مدان التحرير في اخر ثلاث ايام مش عايزين نخش في التفاصيل اللي ممكن تخلينا فيها مختلفين طب يعني عايزين قد ما نقدر تفضل يعني انت مسلم انه هو اختيار ميدان التحرير الاختيار لما يكون وفق مش معنى كده انه كل ما يختاروا ميدان التحرير تمام تفضل يبقى خطأ عظيم لكن لازم احط امكانية الصواب وامكانية الخطأ امكانية ان تكون مصيبة او احتمال ان تختار تمام خلينا نتفائل ان شاء الله وان شاء الله هنعرضي المرحلة دي بخير انا متفائل جدا ولو تعبنا فيها شوية بس اللي جاي دايما هيبقى احسن الكاتب الصحفي الاستاذ نبيل زاكي نورتنا وبشكر حراتك على وجودك معنا اهلا بيك مرسي يا فنم لوجودك وكل سنة وانت طيب زي ما بقول لكل ضيف من ضيوفي النهاردة بعد ما مر مبارح اول يوم في الانتخابات وانا بتتفق معاكم في التفاؤل بعد اللي شفناه النهاردة حقيق مشهد الناخبين حقيق شادي نهارك سعيد ده كان يومنا النهاردة في نهارك سعيد حنتابع الاحداث اللي بتحصل في مصر اتمنى من كل المشاهدين نهارك سعيد انه يقروا الفتحة لشهداء اللي يعني دفعوا روحهم ودمهم وبيتهم واعادهم في التحرير عشان مصر تتحرر وتتنقل لمرحلة جديدة وبطلب برضو من اقباط مصر انه هم يصلوا لشهداء برضو المصريين القبطي اللي برضو استشهد فيه اثناء الصورة مشكركم وتحية مصر وياحية الشعب المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة